سلام عليكم يا صبايا كيف حالكم؟ إن شاء الله يارب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين اليوم هعمل معاكم المفطول الفلسطيني على طريقتي كتير طلبتوا مني يا بنات مع إني عملتوا أول القناة بس المشتركين يجيد بقناتي طلبوا مني خاصة على عيد الأضحى كتير إجتني أسئلة عليه بدهم يعملوا على اللحمة تاعت العيد فعملتوا معاكم اليوم بالتفصيل أكلنام بارح يوم الجمعة واليوم من تشتلكم الفيديو هلقيت إن شاء الله بينزل بسرعة فبديتوا معاكم بالتفصيل من أول ما نجعت الحمص وبيدي أسلقه لعندما خلصت المفطول بالبداية يا بنات أنا نجعت الحمص قبل بليلة وبعدين حطيته في حالة الضغط وحطيته على النار ما بنسكر عليه حالة الضغط من الأول لأنه بيعمل ريم هتخلوا الحالة مفتوحة على الحمص بعدين هتشيلوا الريم وبعدين هتسكروا حالة الضغط عشان ما يطلع ريم الحمص ويسكر لكم السفارة تاعت الضغط وبهيك بيعمل لقدر الله إنفجار في حالة الضغط فانتبهوا من الخطوة هذه يا بنات هلقيت بالنسبة للمفطول أنا هنا بنخل الطحين أحمر وطحين أبيض بحط كمية الطحين الأحمر بتكون أجل من الطحين الأبيض يعني أنا حطيت هنا يعني إعيارين من الطحين الأبيض عليه إعيار واحد من الطحين الأسمر يعني في أي حاجة بدكم تعيروا فيها هتحطوا صحنين أحمر صحنين أبيض وصحنين أحمر هلقيت يا بنات بعد ما نخلتهم كويس هحط عليهم شوية من الملح يعني تقريبا هحط معلقة كبيرة بالذات الحين لطحين يا بنات الأحمر هو الأساسي للمفتول لأنه بيعمل لون حلو على المفتول الفلسطيني وكمان أزبط من أنه يكون لونه أبيض في الآخر بيعطي الطعب وبيعطي كمان نكهة كتير حلوة حطيت الحين مية بحاجة بتنزل المية يعني هيك يكون خيط رفيع يعني حطيته في دلة الجهوة حطيت المية عادي بحرط المطبخ وصرت أعمل حركات دائرية زي ما أنتوا شايفين شوية شوية على اللطحين ما بينفع نحط عيار المية من الأول لأنه ساعتها هيتكتل معاك في منطقة واحدة ويعجن معاك اللطحين وما هتقدر ساعتها تفرفتي الحبات تاعت المفتول شايفين بضلني أحط هيك حركات دائرية من المية وأحرك بيدي بالطريقة اللي أنتوا شايفينها هذه من تحت لفوق شوية بفرك منه هيك يعني بحركة دائرية لطحين بيدي وشوية بتلاقييني جبت من تحت لفوق بالطريقة هادي لغاية ما يختفي كل المي برجع بحط كمان شوي وبرجع بعمل نفس الحركة تاني لعند ما أحس إنه لطحين خلاص اختفى وبطل في يعني هيك في إيدي ملمس طحين ممكن في الخطوة هادي يا بناتوا تحطوا برضو رشة زيت أو تحطوا مثلا هيك يعني زي ما أنا عملت بالمية يعني تدويرتين من المي حتحطوا تدويرتين من الزيت لكن أنا بصراحة ما بعمل هيك لأن بالآخر بحسوا هيطلع كتير دسم لكن برضو بسهل عليكم الحركة من الأول يعني كتير عنا هنا بعملوه بالطريقة هادي لكن أنا جربته ورجعت لطريقة أمي ماما ما بتحط أبدا كانت الله يرحمها زيت في البداية هل جيت هضلني أحط وأفرك في اللطحين بالطريقة اللي انتوا شايفينها هادي هيغلبكم بالأول هتحسوا إنه صعب لكن مع المر يعني مرة على مرة هتحسوا سهل جدا كمان إذا عندكم مكنة الفود بروسسور هادي اللي هي الكبة ممكن لما تحسوا إنه اللطحين معاكم هيك تكتل تحطوا شوية شوية فيها وتحركوه بصير على طول بتفتت معاكم العجين وبعملكم هيك شكل المفتول لحاله هاستمر بالحركة هادي أنا طولت هنا الفيديو عشان أوريكم كيف بعمل ضليتني أحط المية وأحرك بالشكل اللي انتوا شفتوه لعندما اختفى إذا بتلاحظوا لون اللطحين هلقيت غمج شوية لأنه أخد كل عيار المية اللي بدي إياه طبعا العيار ما بقدر أحكي لكم إياه لأنه مكان من مكان لمكان اللطحين بيختلف وكمان بتشارب من شكل لشكل يعني لازم تعملوه بإيدكم وتضلكو تحركو فيه وتعملو فيه بالشكل اللي كنت أعمله لعندما يبدأ يبين معاكم شكل المفتول هلقيت بحط بوعاء تاني أو بجاد تاني بحط الكربالة وبصير أخد الطحين اللي أنا كونته قطع العجين اللي تكونت معاي بالشكل اللي انتوا شايفينه وأنزلها من على الكربالة بصير أحرك في الكربالة واللي في الأول أحطه في النص لعندما تشوفوا الطريقة اللي انتوا شايفينها هادي نزل كل المفتول من على الكربالة وفي هذا الوقت كنت حاطة في المفتولية من تحت مية أول ما بتدفى بسيط ببدأ أحط اللحمة زي ما انتوا شايفين بالشكل هادا عندي هنا طبعا المفتول بدو قطع لحمة تكون ملبسة وإحنا هنا عندنا الأضحية طبعا بطلع معاك حصة كبيرة من العظم فأنا بشيل للمفتول عظمتين هيك كبار يكونوا اللي دسموا الشربة شوية وبحط معاها كمان كيس من كياس اللحمة تاعت السلج طبعا بختارهم كلهم يكونوا قطعة اللحمة ملبسة مع قطعة العظمة هل جيت أول ما بحط اللحمة حسيت هنا منسوب المية عالي فشلت منه وهبدأ أخلي يعني المية تغلي عليه يعني شوية شوي هيك بيطلع الريم كله يا بنات والشربة بتكون صافية معاكم على الآخر أنا ما بفضل إنكوا تحطوا المية تكون سخنة وتحطوا عليها اللحمة لإنه ساعتها هتكفي المسامات اللحمة وما هيطلع الريم يمنح حطت المطيبات وحكي لكم عنها هل جيت بس أحكي لكم الخطوة هادي قبل ما يمشي الفيديو هل جيت بعد ما نزلت المفتول كله من على الكربالة هبدأ ألجيت ألف حبات المفتول بالزيت بحط كل الكمية اللي أنا اشتغلتها على جنب وبحط جات وببدأ أحط شوية شوية من المفتول وأحط شوية من الزيت وأدور بالشكل اللي أنتوا شايفينه هادي إيد عكس إيد وأصابع الإيد بتكون مفتوحة وبنصير ندور شوية شوية زي هيك مع شوية زيت هتحس المفتول في إيدك صار حبته حلوة وتشكلت وتحس في إيدك كمان فيه شوية ملمس زيت طبعا ما تكترو زيت يعني تقريبا بتحطوا صحن من المفتول مليان وتحطوا عليه تدويرتين من الزيت التدويرتين تقريبا يعني بطلعوا فنجان جهوة مش مليان شايفين ملمس الزيت ببقى بالإيد والحين هادي الكمية اللي أنا بعملها بحطها على الكمية الأساسية بصير أخد شوية شوية أدورهم بالزيت وأحطهم في صنية لعندما أخلص كل المفتول بالطريقة هادي صحن بصحنه كل الصحن تحطوا عليه الزيت وتدوروه وترجع تحطوه على جنب لعندما تخلصوا كل كمية المفتول وتدوروها بالزيت بطلع معاكم شكل المفتول زي ما انتو شايفين وبدأت حباته يعني تبين ممكن في الخطوة هادي برضو مرتان تنزلوه عن الكربالة بس أنا ما بنزله لأنه خلاص بحب أنا ساعات يكون فيه هيك حتة كبيرة فمش مشكلة يعني لأنه انتو هتعملوه لأول مرة فما تخافوا هلجيت بيكون الطحين خلاص يعني المفتول عفوا خلاص تكون وصار فيه اللي هو حبوبه كله هي تتغطط بالزيت وطبعا ما تبالغه في حط الزيت وهلجيت أنا بعد ما غلية اللحمة وحطيت عليها المطيبات وشلت الريم هحط المفتولية من فوق بالنسبة لمطيبات اللحمة هدا اشي برجعلك ممكن تحطو بصل ووراق غار وقرفة وتحطو معاها كمان جارن فلفل درستوم زي ما انتو حابين انا بحط بس ملح وفلفل اسود وحبهان وبصل وعرج من يعني عفوا قطعة من الجرفة وكمان ووراق غار بحطهم وهلجيت هحط المفتولية من فوق ولازم اتأكد انه المية لما تغلي مش هتصيب المفتول من تحت يعني مش هتمسك في المفتول من تحت هتتأكدوا بهيك انكو تحطو شوية من يعني المفتول وتستنوا شوية تشوفوا هل لما يبدأ يبخر هتصل الشربة او المية للمفتول ولا لا انا هنا حطيت المفتول جبل ما يعني ما احط المفتول كنت متأكدة على الاخر انه مهما غلية الشربة مش هتوصل للمفتول هلجيت بعد ما لفيت طبعا المفتول كله بالزيت هسير اخد شوية شوية بالصحل وافردهم في المفتولية ممكن تحطوا شاشة وتحطوا المفتول جواها وتسكروا الشاشة عليه هيك بكون اسهل في الحركة وبتشيلوا الشاشة مرة واحدة وتحطوها مرة واحدة بس بصراحة عندي الشاشة كانت ضايع اليوم فحطتها عادي وانا كانت امي الله يرحمها برضو تحطوا عادي بس بصراحة لما تحطوا بشاشة اسهل هنا انا عندي قطعة جماش غطيت فيها المفتول وهلجيت يا بنات هحسب للمفتول هدي اسمها الردة الاولى هحسب للمفتول ساعة كاملة يعني بعد ما احط اللحمة تحت وحط المفتول فوق هبدأ احسب ساعة كاملة بعد ساعة هنزله واعمله الردة التانية هلجيت في الوقت هذا كنت خلاص جليت الجليلي على الجانب زي ما انتوا شايفينه المفتول بطلع كتير جلي يا بنات هلجيت هحط في حلة شوية سمنة وشوية زيت هحط عليهم بصل جوانح وتكون البصل مش كتير رفيع لازم يكون المفتول البصل تابعه زي بصل الرز الاصفر يعني يكون الحبة محتفظة في شكلها بعد الاستوى هحرك البصل لعند ما يصير لونه على دهبي ما بينفع نحط خطوة الطماطم او البندورة قبل ما يكون البصل صار لونه دهبي لانه هيعطيك طعم مسلوق مش هيعطيك طعم محمر هنا كان عندي قبل بيوم شوية بصل كانت في صحن فما حبيت اني اكبها انا كنت محركاها لكشري فحسيت انه الكشري البصل طبع الكشري كتير فاخت منه شوية حطيتهم في صحن وغطيتهم حطيتهم في التلاجة واليوم هيني اخدتهم حطيتهم مع المفتول فما تكبوا اي اشي يا بنات لازم تحافظوا عن النعمة وتخلوها دايما عندكم لانه لازم تلموا النعمة فالنعمة بتلمكم هذا مسل كانت دايما الامي تحكيه هل جيت هنحط يعني نجلب البصل واستنى لعند ما يدوب او يحمر شوي عشان احط عليه قطع الطماطم هل جيت نزلنا المفتول يا بنات بعد ساعة كاملة هحطه في جات وهحط عليه معلجة من السمنة وانت حرة في المرحلة هادي ممكن تحطي سمنة ممكن تحطي زيت زتون ممكن تحطي زيت تاق عادي وممكن تحطي سمنة بلدي امي الله يرحمها كانت تحط معلجة سمنة جنة وتحط كمان معلجة سمنة بلدي بس عشان اليوم انا عاملة اللحمة وفيها قطع من الدهنة فما حبيت الدسم يكون يعني كتير فحطت معلجة صغيرة من السمنة هل جيت يا بنات هحرك السمنة مع المفتول واحاول جد ما اقدر اني افتت حباته هحط كمان مية لانه لازم هل جيت انرش رش المفتول عشان تتفتح حباته بالمية وطبعا يستوي هل جيت يا بنات هحط انا تقريبا مجين من الماي على الكمية هادي اخدت معايا تقريبا مجين من الماي مش مليانين على الاخر هحطهم شوية شوية لطريقة الرش انا كنت حطاهم في نفس البراد اللي اشتغلت فيه بالاول وهسير زي هيك بالمية يعني انا كنت شوية وابو كرم كان شوية يفتح حبات المفتول عن بعضها لانه بكون سخن كتير يا بنات هل جيت طبعا المفتول زي ما انتم شايفين تشارب كمية المية اللي انا حطاها وكمان صار طعمه حلو وريحته حلوة من المعلج دسامنة اللي حطناها في ناس كتير بحطوا في هاي المرحلة زيت زيتون انا ما حطيت ما بدي يا يكون دسم يا بنات فبس بحط معلج دسامنة صغيرة طبعا هذا اشي برجعلكم ممكن تحطوا برضو زيت نباتي عادي هل جيت زي ما انتم شايفين بظلني احرك فيه وافتح الحبات عن بعضها فيه في المرحلة هادي ناس يا بنات بنزلوه برضو من عالكربالة يعني بعد ما يفككوه ويرشرشوه بالمي ومعلج دسامنة برجعوا بنزلوه من عالكربالة مرة تانية انا ما بعمل هيك بصراحة لانه خلاص ما في لها يعني لازمة هاي الخطوة لانه انا بعمل مفتول هنا للبيت وطبعا بيكون حلو من غير ما ابالغ يعني في التعب بصراحة المفتول بتعب كتير هل جيت بالنسبة للدفنة هي عبارة عن بصل كتير هحط عليه فلفل اخضر وطبعا انا بخلي نصه حراج ونصه مش حراج يعني حطيت مثلا تقريبا حطيت اربع بصلات كبار معاهم ست جرون فلفل وخلطناهم بالكبة وهنزل عليهم بمعلجة كمون يعني مليانة من معلجة صغيرة مليانة ومعلجة فلفل اسود مليانة وهحط كمان ملح وهحط معلجة سمنة وكمان اهم مكون يا بنات هو الشبت المطحون او الجرادة المطحونة الجرادة المطحونة يا بنات اللي هي عين الجرادة بطحنها نص طحنة في الخلاط وبحط منها ثلاث معالج كبار شايفين كيف بيكون شكله ريحته بتكون بتجنن لاني حطيت عليه معلجة سمنة وحطيت كمان عليه اللي هو المطيبات تبعته اللي هو الجرادة الكمون الملح الفلفل اسود فقط لا غير هلك يتصاروا جاهزين طبعا زبطت عيار الملح تبعه وفي العين التانية كنت حطيت خلاص الطماطم على البصل وبحركهم بوطع لهم النار عشان تدوب حبة الطماطم في المرحلة هدي ممكن تحطوا يا بنات جطع من الجرع الاصفر بس احنا ما بنحب يعني نحط عليه ولادي ما بيحبوه انا بحبوه بس ولادي بصراحة ما بيحبوه هلجيت طبعا اللحمة تحت اذا حسيتي انه منسوبها تبع المي تبخر كتير وبدو كمان مي ممكن تضفي لها واذا حسيتي انه اللحمة استوت خلاص بتطلع اللحمة وتخلي الشربة لحال او ممكن كمان مي لحال هحطها لجيت نصف كمية المفتول وبعدين هحط الدفنة اللي احنا بنحكي عنها الدفنة الخلطة اللي في النص هي اللي بندفنها بين طباجات المفتول عشان تستوي يعني هفردها على كل المفتولية من كل الاطراف وبعدين هحط عليها باجي عيار المفتول الباجي ما بدي احكي لكم يا بنات في هذا الوقت جديش بتطلع الروائح شوفوا طعم الشربة كمان يعني الشربة لما تكون تحت المفتول يعني شوفوا بطلع بخر حبات المفتول نفسها على طعم وريحة الشربة اشي بيجنن يا بنات ممكن تعملوا عباط ممكن تعملوا عدجاج بس بصراحة لما اعملوا عدجاج الابيض ابدا ما بحط المفتول يعني فوق الشربة نفسها او فوق الدجاج نفسه لانه الدجاج بدوب على طول ساعتها بحط بس مية وبحط على المية اللي تحت بحط عليها مطيبات بحط عليها حبة شريحة من الليمون شريحة لمون وبحط عليها ورق غارع وتجرفة جرن فلفل أخضر شوية هيك معلجة كمون صغيرة وحط كمان معلجة فلفل أسود صغيرة بتطلع كتير ريحة حلوة على المفتول من فوق زي ما حكيت لكم شريحة ليمون ورق غارع وتجرفة ممكن تحطوا كمان يعني مطيبات زي ما انتوا حابين بس ما تخلوا المية اللي تحت سادة آه كمان يا بنات نستحكينكم بحط كمان بصلة على الشربة اللي تحت طبعا اللي هي إذا في حالة بتكون تحطوا ميا لحال ساعتها يتبخر المفتول برضو على مطيبات تحت في المية ما تحطوها ميا لحال في هذا الوجه خلاص الرد التانية بعد ما حطينا الدفنة يا بنات وحطينا المفتول بنحط الرد التانية هذي برضو بتضل ساعة كاملة يا بنات يعني المفتول بياخد ساعتين على النار هل جيت بعد ما استوى المفتول طلعت أنا المفتولية من فوق يعني السخان نفسه اللي بحط فيه اللحمة و هملح اللحمة ما هحط طبعا انا ملح من الاول عشان ما بدي اللحمة تشد ملحت اللحمة و في هذا الوقت خلاص دابة البندورة حطت عليها الحمص و هحط كبشتين من الشربة لتاعت اللحمة و هحرك شوية و هحط شوية من الصلصة و هشوف كيف يعني سمك النفسها هادي احنا بنحكي عنها شو بنحكي عنها يا ربي راح اسمها يا رشا اللي هي الخلطة اللي بحطها فوق المفتولها الحين هيجي اسمها و انا بشتغل عن جد يا بنات الزهاي ممر مش طبيعي عندي هل جيت هحط الصلصة حستها خفيفة شوية و هخلطها مع بعضها لعندما احس انه اللون وصل زي ما بدي ايا اه اليخني يا بنات اليخني تعال مفتول هل جيت حركت اليخني كويس و احط عليه ملح و احط عليه فلفل اسود طبعا بتكو تراعوا الملح تبع الشربة انا في الوقت هذا دكتو حسيت انه بدو شوية ملح فحطيت بتحسوا طبعا انتو اليخني زي ما بتكم تكوية سائل كتير زي ما انتو حابين خلوه انا هنا شفت اللحمة كانت خلاص دابت يا بنات و عن جد اخذت كل الوجت و اخذت وجتها بزيادة كمان و انبسطت على انه النتيجة طلعت حلوة ما بحب اللحمة تكون دايبة على الاخر وبرضو ما بحب تكون شدة هل جيت مرة ساعة و خلاص نزلت الحين المفتول من الردة التانية في نفس الجات اللي كنت حطاه فيه اول مرة وهبدأ هل جيت اخلط المفتول و افكفكو عن بعض بس طبعا بالخلطة اللي كانت في النص الدفنة اللي كانت في النص هاي الدفنة الحين لازم افككها بالمجسوسة عشان خاطر يعني تختلط في المفتول نفسه اي كتلة بتشوفوها انتو خلاص هيك فتفتوها عن بعض فيش فايدة في ابو كرام لازم دايما لما اعمل مفتول يا بنات في الخطوة هادي بجيب صحن و بصير ياخد من الخلطة يعني تقريبا بخلصها كلها يا بنات شايفين انا قاعدة بقوله ابعد و بضربه على الفاضي شايفين هنا بزعي ابدا يا بنات لازم شايفين والله يا بنات بفكر ان المقطع هاده راح بس طلعت انا حطه معلش يعني خليكوا شايفين و على قصه شايفين فيش فايدة بياخد كل الخلطة تاعت هادي بيموت على الخلطة اللي بتكون مستوية في النص وبعدين بياخدها و بيرح بيحط عليها خلطة من اليخني و بيكلهم هيك لحال عارفين يا بنات لو اطاوعوا بياخد كل الدفنة اللي بتكون في النص هادي البصل والفلفل و بيكلها كلها هلجيت يا بنات خلاص خلطت كل اليخني فيها اللي هي الخلطة اللي في النص الدفنة اللي فيها من جوة و خلاص صار تمام هلجيت انا هاخد منه شوية بس عشان كن بدي ادوي سلفتي منه لانه سلفتي امام محمد دايما لما بتعمل مفتول يعني بتبعت للولاد بيحبوه فمشاء الله عليها شطورة كتير كتير فيها يعني اشطر لسه كمان مني وهي كمان غاوية تحب تنزل مفتول مرتين عن الكربالة انا ما بحبش بصراحة لانه على طول يعني خلاص شكله حلو و حبته كويسة فما بدي ما بحب ان ازله مرتين ماما الله يرحمة كانت نزله مرة فخلاص بعمل زي هيك وخلاص وكمان الحبات المفتول لما تكون كتير كتير هيك صغيرة زيادة عن اللزوم بحس ما فيها هيك رونق بحب انا شوية يكون في هيك حبات شوية كبيرة وشوية صغيرة بطلع شكله احلى حطت هناك شوية مفتول وحطت عليه شوية شربة من شربة اللحمة وخلطته معاها وبعدين حطت شوية من اليخني وهبعتلها اياه احنا هيك بنحب ندويق بعض بس اي ما اي اشي بنعمله بنحب ندويق بعض خاصة المفتول هل جيت انا نقصت كمية المفتول اللي بدي اياها يعني ما حطت كل المفتولية اللي انا كنت يعني عملاها لا اخدت اكلها لتاني يوم اليوم اتغدنا فيها والنص هنا ابو كرم بيوريكم شو عمل حطت شوية يخني وقاعد ياكلها وحطت يبنات الكمية اللي بدهم ياكلوها الولاد وحطت عليها الشربة طبعا ما هتغرجوها شربة حطت الكمية اللي بديها من الشربة وطبعا بتحطوا صحون فيها شربة وصحون فيها يخني بتحطوا قدامكم زي ما انتم حابين هنا هنزل كل المفتول في الصينية تاعت المفتول وهساوي السطح في ناس بيحبو كتير مبلول يعني بالشربة بس احنا بنحب هيك بس احط كبشة او كبشتين بس عليه هنا هحط اليخني على السطح وزي ما حكتلكم ازا حابين تحطوا اه في قطع من الجرع هتحطوا ساعتها الجرع بعد ما تحطوا الطماطم في التجلاية بنات مش جابل لانه بيدوب معاكم هفريدو طبعا وهنا هحط برضو صحون للي بده وهزبط بس الصينية وهحط باقي اللحمة طبعا الركبة الكبيرة اللي هي القطعة العظم الكبير ما هطلعها لانها هي عملت طعم للشربة كتير وفي نفس الوقت كمان عشان متى خد السطح تبع المفطول وهيك تغلب في الحركة ممكن تعملوه على جاش تعملوه على بط المفطول بطلع بجنن يا بنات على البط كمان وحلو على الحبش برضو بطلع كتير زاكي خاصة وراك الحبش لانه بتكون محتفظة في شكلها بعد السوا بطلع برضو رائع وعالغنام وعالكل اشي بس بصراحة انا ما بفضله كتير على لحمة الغنم لانها دهنة كتير بتكون يعني طعمها كتير دسم وهيك غرفة اللحم على السطح وهيك بيكون شكل المفطول تبعنا لليوم طعمه بيجنن على لحمة العيد وريحته بتاخد العاج اليابانات وما في احلى من ريحة المفطول في يوم الجمعة في هيك المفطول الفلسطيني بتلاقي البيوت كلها مهففة نص الناس عامين مفطول وكمان عنا هنا حوالينا بيعملوه على النار يعني ما بيعملوه على الغاز زيه بيعملوه على النار بيعملوه لحطب وحطوه المفطولية على منصب على الحطب مباشرة خاصة في الشتاء وهيك كان عنا المفطول الفلسطيني حبايبي ما تنسوني من لايكاتكم لانه بصراحة هي لايكاتكم اللي بتشجعني ولما احسها قليلة ما بشتغل بصراحة وبكسل لاني بحس خلص ان شهدي وتعب من رايح وما في حد كتير بيشوفه او بقدره فحبايبي يبنات حطولي لايك واشتركوا معي في القناة ازا كنتوا مش مشتركين والناس اللي بتشوفني لأول مرة برحب معاك فيكم في قناتي وشكرا لكم لانكم انضميتوا لقناتي واتمنى للناس اللي بتشاهدني بدون اشتراك انهم يشتركوا ويفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم اشعارات القناة خاصة اني انا لما بشتغل فترة وبقعد فترة فبطل اليوتيوب يودي اشعاراتي لالكم فكل فترة فوتوا واطفوا زر الجرس وارجعوا شغلوا مرة تانية عشان ترجع الاشعارات توصل لكم اول باول وكمان تابعوني على صفحتي في الفيسبوك في اسم نفس اسم قناتي مطبخ رشا الفلسطيني هنزلكم الوصفه هناك وكمان هتشوفوها هناك شكرا لكم حبايبي وشكرا لمتابعتكم ومع السلامة شكرا لكم